اشتركوا في القناة في خدمة القضايا الإنسانية النبيلة وبناء جسور التواصل وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك بين جميع البشر معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها مع دولة الإمارات الشقيقة من علاقات وروابط أخوية راسخة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد أنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله وأكد معاليه أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لتبادل الأفكار والتجارب والاستفادة من أفضل الممارسات الحكومية حول العالم في مجالات التسامح والتعايش وتعزيز العمل المشترك لاستحداث سياسات حكومية عالمية داعمة للقيم الإنسانية والتأكيد على مدى الفوائد الاقتصادية والاستثمارية التي تنبع من أداء الحكومات لدورها كحاضنة للتسامح وانعقد المؤتمر في أرض المعارض بأبوظبي برعاية وحضور معالي الشيخ انهيان بن مبارك الهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبمشاركة عدد من الوزراء من مختلف قارات العالم وقادة الفكر ومتخذي القرار من القطاعات الحكومية حول العالم ومجلس حكماء المسلمين والمهتمين بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في منظومة العمل الحكومي ترجمة نانسي قنقر